أفكر حضراتكم بمطشاط اليورو النهاردة عندنا مواجهة من العيار التقيل مواجهة نارية طبعا في نفس التوقيت معنا بس ما تشوفوهاش دي هولندا وتسيك مش مهم قوي لكن بالليل حقيقة عندنا في مطشاط كده أنا بشوفها طاليخ بأنها تكون مبارنة حقيقة مطش النهاردة بالليل واحد منهم مطش هيجمع بين بلجيكا بالقوة الضربة مع البرتغال طبعا حامل اللقب واللي بيدوم عدد كبير كمان من النجوم كتير من القراء بتشوفها نهائي مبكر ده فيما يتعلق باليورو نروح لكوبة أمريكا الصنبة هتلعب النهاردة بس الأول نبتدي بفنزويلة وبرو هيلعبوا الساعة 11 بالليل وهنلعب والإكوادور والبرازيل هيلعبوا برضو في نفس التوقيت في كوبة أمريكا اللي بدأت تدخل مراحل سخونة وبتدينا نشوف مطشاط فيها كويسة كمان النهاردة فيه كونفيدرالية طبعا بعد النتيجة يعني بشوفها مخيبة للأمال والحقيقة علامة استفهام كبيرة جدا على بيرميدز مش وقتها مش هتكلم فيها دلوقتي لكن يعني فريق مدجج بالنجوم منتخب أهلي وزمالك لعيبة أغلبها لعبين دوليين ورغم كده الحقيقة حقق نتيجة بعتقدها مش في مصلحته النهاردة هيقابل الرجا أو الرجاة البيضاوي في المغرب المباراة تقام الساعة 9 نتمنى إن شاء الله توفيق لنادي في بيرميدز الناحية التانية ها شبيبة القبائل الجزائري هيقابل القطن الكاميروني برضو في بطولة الكمفيدرالية الساعة 9 مساء اشتركوا في القناة